السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الدرس الماضية في الدروس الماضية سنتعرفنا على قاعدة البيانات والتعامل مع قاعدة البيانات في باستخدام ويعتبر هذا من أساسيات تعامل مع قاعدة البيانات لأن ننطلق إلى مرحلة ما يخص المشروع نحن تكلمنا أيضا في الدروس السابقة عن موضوع الكنترولرز وعن الراوتز رح نرجع لهذا النقاط لكن بما يخص المشروع رح نتكلم عن شيء اسمه resource controller بشكل خاص في لارفال وإيضا رح نتكلم عن موضوع المودلز لكن قبل لا نبدأ أحب أن نوه أن معنا المشروع موجود على منصة github تحت best blog الزعابي 98 ولكل درس يوجد طبعا برانش معين حاليا هنوصلين إلى برانش نمبر 8 إن شاء الله بعد نهاية هذا الفيديو رح أرفع اللي هو البرانش أو الليسن نمبر 9 وأيضا هناك تغيير بسيط قمت فيه في الكود أعتقد قبل درسين ولم أنوه إليه وموضوع الناب فار لو لاحظنا قبل درسين كان الناب فار في الهوم والأباوت والسيرفزز كان موجود تحت المينيو وهذا عبارة عن خاصية من bootstrap أنا غيرت فيه جزء معين في الناب فار تحت غيرت هنا بدل ما يكون ناب فار كان أصلا كان هو يعني كان ما يتعرف على الشاشة ودائما يعمل لي هو اللي هو البوتن بدل ما يفتح لي الوصلات أنا غيرتها إلى ربما نغير أيضا في الدروس القادمة موضوعه هو الناب فار لما نوصل لمرحلة ونريد نضيف هو البوتنز لللوغين والساين نرجع لموضوعنا حاليا الحاليا أنا الآن لو ذهبت إلى المشروع إلى حاليا لا يوجد معي أي يعني أو أي فنكشن توديني على الحين معنا نحن الأشياء الأساسية في هو عبارة عن عدنا معنا ومعنا الكنترولر الآن راح أحتاج طبعا في الكنترولر راح أحتاج فنكشنز لحظات فقط أفتح راح أحتاج طبعا الانديكس اللي هي فنكشن توديني على صفحة الانديكس لكل البوست الموجودة داخل الديتابيز راح أحتاج أيضا راح أحتاج شو مثلا ستور فنكشن ودليت أو وابديت ودستروي مثلا على سبيل مثالك راح أحتاج هذا الفنكشنز الآن بإمكاني أن أعمل في البوست كنترولر كل هذا الفنكشنز كالآتي ببليك ببليك فنكشن ببليك عفوا ببليك فنكشن انديكس صفحة الانديكس ويوديني طبعا يأخذني إلى أعمل روتين بيو وأفتح اللي هو بيكون بوست فولدر الانديكس يعني يودينا على في البوست فولدر ويكون صفحة يسمها index.play.php هذه أحدى الطرق اللي أممكن أنا أستخدمها طبعا وراح نستخدمها كالآتي في في هذا الدرس ولكن لو ذهبنا إلى موقع العربال في حاجة يسمها resource controller بإمكاني أنا أمسح اللي هو البوست كنترولر وأعمل create مرة أخرى أنشئ مرة أخرى البوست كنترولر عن طريق خاصية يسمها dash dash resource وأوتوماتيكيا راح يعمل لكل الفنكشنز اللي أحتاج هنا أنا في للاربال راح ناخذ مثال وأمسحها إن شاء الله فقط لأوريكم الطريقة أعمل php artisan make controller project control أي ممكن تكتب test controller أو أي شيء controller minus resource عشان نشوف الفرق حنا استخدمنا في المرة الماضية لما عملنا resource بدون هذا الخاصية عملنا فقط post controller بهذا الطريقة الآن عملنا الطريقة الأخرى هي minus minus resource لو نروح على نفس الحركة إلى app http controllers إلى project لأنشأته قبل قليل وأفتح post control راح نلاحظ أن الرفال لضاف لهذا الفنكشنز أوتوماتيكيا مثلا index create لما نريد أعمل create للبروجيكت مثلا store راح تأخذ الريكوست طبعا لأنا بقي من الفورم ففيها variables أو فيها parameters الشو لما أعمل display البروجيكت واحد أو post واحد أحتاج إلى id وأيضا إلى edit وupdate اوتوماتيكيا أنا ما راح أستخدم هذا الطريقة لأن الهدف هو أن أشرح كيف نعمل بأنفسنا يعني بس حبيت أذكر هذه النقطة موجودة في leraval وأيضا بإمكاني أعمل أذهب إلى documentation بعد ما عملنا نحن controller as a resource ممكن أن resource بإمكاني أعمل أيضا route as a resource أذهب إلى إلى routes إلى ويب routes ونعمل routes لهذا resource عشان نبين الطريقتين يعني يكون صورة واضحة resource بعدين يكون اسم folders الموجود إذا كان معنا اسم projects حاليا غير موجود ولكن هذا كمثال فقط بعد ذلك راح أعمل project controller الآن إذا تذكروا في command line يوجد معنى command يخص routes list ممكن تكتب routes list لو اللحظ الآن هو كتب معي كل routes اللي أنا أحتاجهم بدون ما أعملهم create يعني واحد تلو الآخر على سبيل المثال projects index صفحة index يذهب إلى controller index ثم store function store create لما تعمل new projects على سبيل المثال في هذا الحالة بالنسبة المثال معنا راح يكون عبارة عن posts أمسح هذه الملفات أو التغييرات ونرجع نعمل ها يدويا أو function index store راح نعمل بكل درس على حسب نحن ما نحتاج في الدروس لكي تكون صورة واضحة يعني لو عملنا بالطريقة هذه ربما الشخص ما يفهم طريقة المبتدئين خاصة كيف يعمل عملية الراوت كيف أنا أذهب من الراوت إلى ال نستخدمها خلال مشاريعك القادمة إن شاء الله نرجع للموقع مرة فقط نشرح ال functions اللي موجودة هنا طبعا راح تحتاج اللي هو هنا ال verbs يعني أي request يجي مثلا get عن طريق get إلى مثلا على سبيل المثال post هنا بيكون معنا post أو post create راح يروح على صفحة index إذا كان create راح يروح على create function في post controller هنا ممكن نعمل نعمل أيضا نحن راح ناخذ خاصية جديدة أنا أعمل على سبيل المثال post controller at index لكن نعمل هو post dot index راح نشوف إن شاء الله لما نشتغل على الخاصة بالمشروع أيضا هنا ممكن كيف تعمل اللي هو post هنا post عندي مشكلة في الماوس البوست معي أيضا إذا كان request من form يكون post يروح على photos يروح على function store هو عبارة عن riskful api متعارف عليها موجودة في الانترنت بحث عنها إذا كان get لصورة معينة أو post معين راح يروح على show يحتاج function edit update و delete فقط لشرح الموضوع بشكل عام الآن نرجع إلى راح أمسح التغييرات اللي قمت فيهن على سبيل المثال راح أمسح control project controller ما حتاجه هو فقط لتوضيح عملية resource controller ما نشتغل على resource controller في هذه السلسلة لأن الغرض أن نحن نتعلم راح أمسح أيضا هذا comments و أمسح هو resource controller أعمل save و الآن لو عملت clear عفوا نعمل مرة ثانية شو للتابل للراؤس راح يرجع نفس التابل القديم بدون أي تغيير الآن أرجع إلى الفنكشن معي في post controller مثل ما اشتغلنا راح نعمل الفنكشن يدويا أول طبعا صفحة راح يروح على الموضوع اللي هو الاندكس يروح على البوست اندكس صفحة الاندكس موجودة تحت تحت الفيوز يكون معي اللي هو pages راح يكون معي فولدر جديد تحت البوست راح يكون معي صفحة الاولى بتكون index dot blade php ممكن نكتب حاليا فقط اللي هو بيكون post index page راح نرجع إن شاء الله في الدرس القادم ونعدل هذه الصفحة فأذهب أيضا إلى معي الان controller ومعي الفيو يبقى عملية route راح أكتب هنا post routes ك comment ومكتب route get posts يذهب إلى post controller post controller function index الآن راح أعمل name نكتب name post dot index راح نستخدم الاسم خاصة في عملية urls أو forms الآن طبعا اكتملت الصورة لنذهب إلى الموقع ممكن نكتب هنا slash posts يودين على صفحة post page لو نلاحظ أن الحين هذا routes يذهب إلى controller صفحة إلى index index يفتح لنا views post dot index التي موجودة حاليا تحت هذه الصفحة على السريع بمكان أن أخذ نفس ما عمل في pages about ممكن نأخذ هذا حاليا layout ونروح على صفحة هنا نكتب هنا مثلا على سبيل مثال في content h1 post all post list of all posts عمل save هن راح تشوف هذه جماليات اللي هو layout لما تستخدم layout ممكن بسرعة تستخدم layout من أي مكان والطبقة في الصفحات اللي تريدهم هذا ما يخص ال controllers راح ننجح إن شاء الله إن نحن نعمل retrieve لكل البيانات من القواعد البيانات ونعمل ها display في الدرس القادم إن شاء الله أحب نوه هنا على السريع موضوع model نحن معانا model اللي هي موجودة تحت اللي هي موجودة تحت HTTP post model ما راح نحتاج نعمل أشياء كثيرة هنا عادة سبيل المثال لو كان يحتاج مثلا post all أو count كلها موجودات في model حب نوه إلى شيء معين لو كان على سبيل المثال أنت لاحظ أن post model تستخدم مثلا لربال تأخذ الجدول الموجود في قاعدة البيانات باي ديفولت يأخذ هو الجدول لهذا المدل راح يعتبر أنه عبارة عن post لكن لو كان جدول أنت مستخدم أنه في قاعدة مثلا my table على سبيل المثال تكون عندك مشكلة طبعا ففي عندك هنا بعض الأشياء التي تعمل تعمل على properties على سبيل المثال لو كان في خاصية اسمها اللي هي بتكون table راح نصخن هنا عشان الوقت اللي هو لازم يكون جدول يكون معي لو كان جدول المختلف راح عمل protected table اسم table ولو كان مثلا على سبيل المثال primary key مالك مختلف راح تكتب أيضا primary key primary key مثلا يكون by default يكون id مثلا تكتب post id مثلا وأيضا الثالثة المهمة هي الموضوع time stamp public تعرف في الميغريشن عملنا time stamp معناها راح يعمل updated ad created ad لو أنت ما تريد هذا الخاصية تعمل create في القاعدة البيانات في هذا table على سبيل المثال راح تكتب اللي هو time stamp stamp equal false هذا موجود في طبعا لو راح على public لك موجود موجود في ال 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 كل شيء مكتوب هات تكلمنا عن ال كيف تغير ال 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 يعني باختصار بعض الأمور الغريبة اللي موجودة في الارفال على سبيل المثال هو تسأل نفسك كيف يتعرف على التابلز كيف يتعرف على البرايميركي كله موجود داخل الارفال المودل يعني كانها باكيج أو كلاس موجود هو يعمل لك الباكراوند حل هذه الفنكشنز فنفهمها بها الطريقة كبداية ثم نتعمق فيها يعني راح اعملهم هذه العبارة عن كومنز ما احتاجن حاليا راح نشتغل يمكن اكثر شي على العلاقات بين الجداول بين المستخدمين وبين الباست راح نحتاج اكثر شي في هذا الكورس اعتقد غطينا النقاط المهمة في هذا الفيديو ان شاء الله ننتقل الى الفيديو القادم راح نتكلم بشكل اساسي عن الصفحة هي list of post ان شاء الله شكرا على المتابعة